المحكمة اعتبرت على انه وقع في الخطاء وحكمت عليهم بالسجن المحكمة دخلت في العمر قد يالبعد الميل فات محكمة شعلت تسير بعموميتها تأسفت له كثيرا واحد العدد الأطور اللي مشاوله كي تحكم بعامين كي تحكم واحد العدد ديال الصغور واحد العدد الناس اللي مشاول السجن هكذاك ظلما وعدوان مشاهدين الأعزاء أهلنا بكم سعداء بتجدد تواصلنا معكم وبتواصل حوارنا مع الأستاذ سهيل عبد الواحد أحد القيادة التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية أستاذ سهيل انخرط وهو الشاب في الحزب الشيوعي المغربي عاش تحول هذا الحزب إلى اسم حزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب مساره النضالي درس الاقتصاد ثم تدرج في القطاع البنكي إلى أن أصبح رئيس مدير عام للقرض العقاري والسياحي كان وزيراً للشغل والتكوين المهني في حكومة عبدالله بن كيران إضافة إلى ذلك هو واحد من الاقتصاديين المغاربة من شهود لهم في الكفاءة العالية أعيد ترحيب بك الأستاذ سهيل في حلقة السابقة تكلمتنا على مرورك بالقرض العقاري والسياحي حين معينك راحل الحسن الثاني رئيس مدير عام وطلب منك إنقاذ هذا البنك طبعاً تكلمتنا على عدد من المعطيات اللي لقيته قلتنا لقيته خصص كبير في البنك شحال يتقدر هذا الخصص اللي لقيته وقتها؟ يعني بالذلك الوقت كان عندنا الودائع ديال الزبناء ديالنا تقريباً واحد مية وعصرات المليون ديال درهم ناك الوقت والخاء اللي كان عندنا كقروض اللي مشكوك في استرجاعها كتعدى ميتين مليون درهم ميتين وعشرين تقريباً يعني تبشيباً اللي كالهوة الكبيرة اللي كانت عليها البنك بغيت نذكر بواحد الأمر اللي هو أعتقده مهم أن عدد من هذه القروض خصوصاً للقطاع الفندقي القطاع السياحي كانت من ضمانة ديالها الضمانة ديال الدولة هذا الضمانة ديال الدولة للاستعمال ديالها كان كيتطلب صوروط إلا ما يمكنك تلتج إليها إلا بعد أن تقضي كل وسائل القضائية الممكنة ديال المتابعة أنا داك الدولة كيمكن تخلص بمعنى على أننا كنا كان البنك يمكنها تنقد ولكن بالمال العام بالفلوس ديال المغاربة اللي هم فلوس ديال الدولة إذن هذه كانت من الإشكاليات اللي جعلتنا على أننا نستمر في العمل ديالنا كبنك ونحاولو نسترجعو أكثر قصد ممكن من الديون ديالنا اللي كانت وثم أساسا نربحوه نعملو أرباح بس نغطيوه العزل اللي كان عندنا هاد الخواص واش كانوا غير قادرين على أذاء ديون لأنه عندهم مشاكل أم ما عندهم ش الرغبة أصلا وهناك تراخي من طرف الإدارة يمكننا نعتبروك أن تلتا ديال العناصير اللي توجدت في نفس الوقت أولا أزمة ديال الوقت فيس الناس كتبغي تعمل استثمار كتعملو غالبا في اتجاه على أنه تتوقع أن الحركة السياحية غد تكبر وأنه غادي يمكن رقم الأعمال ديالهم يرتفع وغادي يمكن لهم يخلصوا ديون ديالهم يعني كتكون نحن مراوم هاد هاد الأمر هاد ولكن هذا كيسترعي منهم على أنهم آآ ما يجي التاشي عائق والعائق اللي وقعوا هو الحرب ديال الخليج والتراخي ديال السياحة والسياحة القطاع السياحي عنده رطيبات كتير بالأمن وبالسلم في في والوضع كيف ما تيكون في البلدان اللي فيها اللي فيها مشاكل ما تيمشوش لها السياحة وغاية قد تكون جميلة ورخيصة ولكن البلدان اللي فيها السلم وفيها الأمن كيمشو لها السياحة ثم ما إلا كان الحرب في البلدان ديال اللي كتصفت لك السياح ما كيجيوك السياح إذن هذا قطاع اللي هش من هذه الناحية هذا عنصر العنصر الثاني المغاربة اللي كانوا أنا داك في القطاع السياحي كانوا في البدايات ديالهم خاصة نقولوها لأن احنا السياحة ديال اليوم ماشي هي ديال هذي ثلاثين واربعين عام كانوا عندنا عدد ديال الناس المبادرين اللي كانوا بدأوا مهمين ولكني كنا مبتدئين في هذا القطاع العنصر الثالث وهو أن هذيك الضمانة ديال الدولة دفعت ربما الناس ديال البنكال إلى نوع من 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 طرقي في في الاسترجاع ديال هذيك القروض وكانت عندنا الصعوبات كذلك لإنما اللي كان دعيو الناس كل عملية ديال المقاضات إلا وكدخل وقت فيها تسويف وفيها محاميين وفيها أخذوا رد فيها نقاش في تدقلو كنسا لك الدواء قدت يقول كلها ذاك الرقم ماشي صحيح وخسك خبرة وخسك محاميين وخسك القضاء بنفسه ماشي مؤهل باش يفهم بعض القضايا اللي هي دقيقها بحل القضايا المالية هذي كلها الصعوبات اللي تجمعت اللي كتفسر الوضعية اللي اللي وجيدة عليها القرد العقاري جزيح حينا ذاك من بعض القضايا اللي هي دقيقها بحل القضايا المالية هذي كلها الصعوبات اللي تجمعت اللي كتفسر الوضعية اللي اللي وجيدة عليها القرد العقاري جزيح حينا ذاك إذن انطلاقا من الرقم اللي اعطيتنا للبنك كان مقبيل على الإفلس البنك كان يمكن له نقدر نقول لك بأنه كان كنا يوميا كان ما بين البنك كي تكون عندك مشكلة سويولة والبنك كي تسلفوا بعض ديتهم يوميا بحل دبا مثلا الزبناء ديلك دفعوا الشيكات الزبناء للبنك الأخرين وانت الزبناء ديال الأخرين الشيكات اللي صيفتوا اللي اعطاهم الزبناء ديال القلال كي كنت واحد توازن لي وسالي بالنسبة إليك كتطلب من البنك الأخرى أنهم كانوا واحد السوق كيتسمى أجوالوجو يوميا كتقول للناس الله يخليك سلفني واحد المليون رجوش تالي المناورة ديتهم باش نقدر الميزانية ديالي اليومية تصور على أن ذاك الوقت عدد كبير من البنك ما بقاش تيبغميس لنفون الفلوس يعني كنشوف واحد النار ما يكونش عندي بس نخلص الشيكات ولا خسرين نضطر نمشي للبنك المغرب ونقلب على إمكانيتي يعني كصعوبات اللي كانت يوميا فلهذا كان ولا بد من إنقاذ البنك ولا بد من رسماله دياله ولا بد من إعادة تنظيم دياله وهذا الأمر ما تكلمتش عليه جزء في الحلقات السابقة ولكن كانت إعادة النظار في التنظيم ديال القرى العقاري والسياحي تصور على أنه لقيت سبعين في المياه ديال الموت ضافين والأطر عايش كينين في المركز وثلاثين في المياه في الوكالات والقاعدة في البنك وهو أهم من ناس هو يخصم يكونوا في الميدان يكونوا على اتصال بزوانا فدرنا إعادة ديال التنظيم والقيت سبع وعشرين ووزارك تنقل سبع وعشرين إدارة درنا نعودو التنظيم ديال اللي بناك وشاطولينا الناس شاطولينا الأطور والناس اللي تم إعادة اتشارهم في الوكالات وبنينا وكالات في الخطة ديالنا أننا نبنيو تمنيو الوكالات كل سنة باش القرد العقاري الصحي يسترجع النشاط دياله اللي هو التقليدي وهو يعطي القرود للسكن اللي هي مربحة واللي هي فيها مخاطرة أقل مما هي في القطاع ديال الفناديق على في الحلقة السابقة قلت إنا مليك تعطي قرد المواطن باش يبني دارهم تيموت باش يرد لكي لإنها هذا فالعص ديالي دولده هادрыв ما له في هدي الدنيا غادي 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 غد Phillip الجيد داخلتench ديالة دارو غادي مตى القضية دخلت فيها عديد من الأطرافaratใหناولتها الصحفة спорт بغزارة هذك الوقت دخل البرلمان من خلال اللجنة لتقصي الحقائق عوادي الرئيس البودير العام السابق هرب الخارج المغرب معناه إلا إلا بغيتي تلخصن هذه القضية شنو الجوهري؟ من يتحمل المسؤولية رقم واحد؟ في الواقع من سوق حد القر العقاري والسياحي يعني أنه الأمر مبقاش في الإطار ديال الحلز المشكي كما هو بل ولا قديت رأي عام ورأي عام لا هو ما لا هو عليه ما عليه الوضعية اللي كنت أنا فيها كيف بقلت لك عندي واحد المريض بغيته ما يموت ويسترجع العافية دياله في أخرى بوقت ممكن ويستمر إلا كانوا الناس في خارج القاع اللي أنا قال استنسع فيها هذا المريض اللي تغوته اللي تينتقده اللي تيقبط لك الفرملي ديالك عند البوليس يسوله يعني عاشت هذه الظروف هذه اللي كانت صعبة بكل صدق عندي تقرية ديال الجنة التقسي الحقائق وعندي عندي قريت لكل ما حاضر للسرطة معا واحد العدد ديال الناس يعني حقيقة الأمر تعدى تعدى نطاق ديال المقبول من اللي قرر السيد ريس الشجر يعمل لجنة التقسي الحقائق قلت للرافيقه السيد فتح الله ولا علوب اللي قلت له السيد فتح الله هاد الشي لا يساعد هاد الشي لا يساعد لأنه ولكن حق الممتلين للأمة باش يديروا التقسي الحقائق وحنا كنا في تجربة ديال التنوب الديمقراطي طبعا أنا كسياسي وما نكونش وعي بهذا الأمر ولكن كرجل اللي كان في وسط العافية فيما سبقنا قلت لك قصينا من هذا طبعا كانت فيه مسؤولية من داخل البنك كانت وزيع الأرباح مثلا هذا خطأ مهني كدو كداش يعاقب عليه القانون ولكن غالي يعاقب عليه القانون شكون غالي يعاقب عليه أعضاء المجلس الإدارة أعضاء المجلس الإدارة الرئيس طبعا هو هما غات القارو أسا ديال البنك اللي مساهمين في البنك العقاري السياحي ولي بنك المغرب المدير العام ديال السي دي جي وعلاش كانوا كيوزعوا الأرباح وهما كيعرفوا أن هناك إزمة في الواقع كينا قواعد بنك المغرب ما استعملوهاش وبنك المغرب ما عملاش خدمتها توجاه القارو العقاري السياحي تقول لك سك تستعمل القواعد الاحترازية الشيء اللي غادي يجعله ما تفرقش الأرباح وما ربما الناس اللي كانوا كيسيروا هديك المؤسسة عن حسنينية داروا ذاك شيء ربما جاوه يمكن جاوه الله يرحمه السي الزاهي دي ولقاه قبل منه كان السياحة 8 والسياحة 8 في ذاك الوقت ما كانتش لقاء القواعد الاحترازية إذا قد يخدم كيف مكان كيخدم السياحة 8 سليماني والناس اللي يخدمين معها الأطور اللي معاه تواحد ما ترى الانتباه وكيحضروا في الاجتماعات دي دي المجموعة المهنية اللي بنوك المغرب وهذا الأمور قد كنقاش هذا نقص في الكفاءة والخبرة عند الرئيس المدير العام مثلا التي ظهر لي بلي الفارق كله دي القيادة دي السياح عنده مسؤولية في هذا الأمر أية مسؤولية مهنية إدارية أم جنائية لا مسؤولية مهنية عملوها عن حسن نية ما كانش يعني باش صرت لك بأن الرجل جاب لي الحساب باش نسينيه يعني ما تنظنش بأنه ولا أظن أنه كانت يعتبر بأنه كانت يعتبر أن الأمر عادي أنا اللي ترث الانتباه دياله لكن كيفاش مؤسسة بنكية من هذا الحجم ما عندهاش أطور تندبه لأنها غادل الإفلس أنا تظهرني بلي كانت مؤسسة خاصة في العقلية ديالها كان بنية على شخصنا ديال الرئيس ديال المؤسسة وبما لا تكون عنده إما شخصية قوية إما شخصية ماشي قوية كي تتمشى الأمور بالنسكة الفريق دياله ما تكونش على مستوى من الياقضة الكافية باش يعرف بأنه أمام مخاطر كتير شيء القرد العقاري والسياحي كان في الأول كان مؤسسة مالية كيف ملحص بقليف السلطة ولا مؤسسة بنكية ما بقاش القانون المغربي ما بقاش يفرق ما بين كيقول البنكات يمكن الفرق بينتهم وهي البنكة تأخذ الودائع وكتعطي قروض قصيرة المدى والمؤسسة المالية كتقترض من السوق وكتعطي قروض طويلة المدى بحل البنك الوطني التنمية الاقتصادية يلا بين دياله والسياح وهذو اللي كانوا إذن ربما هذه التورة التقافية اللي وقعت في القطاع البنكي لم تستسغ بما يجب وأنا لا أتصور على أن أنا تظهر لي بلي نقص في الكفاءة عام تكلمتي أنت مع عامولي الزين الزاهري؟ أبدا لكن حضر معك في التسليم كتعطي يكون لك شي بروتوكولي ما كانش فروض أنه يقدم لك الحسابات؟ لا 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 كي يتم العملية كي يتم في إطار مجلس إداري أنا من اللي عيني جلالس الملك كانت العشية ديال نهار الاثنين ونهار الثلاث عايت لي مولايز الزين قال لي تنهنيك إلى آخره قال لي فوقاش بغيتي نعملو لباساسيون دخسا نجمعو المجلس الإضارية واللي يسجل بأن مولايز الزين ما بقاش رئيس مدير عام ويقول لما كان مدير عام رئيس مدير عام جديد اللي اسمه جلالة الملك وترصم هذا الأمر هذا على المستوى القانوني فمولايز الزين ما تكلمش معي في الأمر نهائيا أنا خليت وقتي باش نعرف عش كان في الحاجة الواحدة اللي طلب مني مولايز الزين وهو كلي باللي الله يخليك أنا غادي عندي وليتي يقرأ وكين السكان الوظيفي ديال السياس وخسنين بقا فيه تل واش مكليين بقا فيه تل يونيو قلو بقا فيه السياس السكن دار بالله؟ فتدار بالله قلو خاف يا مولايز الزين أنا عندي داري فين سكن ويعني وربما قاعدك السكن ما غديش نحتاجه دبا هذا هو اللي وخلي لعب غيتي شي حاجاي الآخرين وطلقينا من بعد بعض المرات ولكن معمرنا تنقشنا ومعمرنا تنقش معي في البنك وأنا حاولت نعرف بأنه كان المدير العام وكانه الإدارات كانت الوثائق وكان المؤسسة إذا كنت تعتبر أنه عنده فقط مسؤولية مهنية وإدارية علاش هو هرب الخارج المغرب أنا ماشي محكامة محكامة اعتبرت على أنه وقع في الخطاء وحكمت عليهم بالسجن أنا أعتبر بأنه الإنسان اللي تيس محكامة اعتبرت أنه فيه تبديد مال عمومي اللي بحكامة دخلت في العم ما حكمتش على التسيير بعموميته أنا كان أظلك على التسيير بعموميته ربما في مولفين معين أعطاه التعليمات اللي ماشي هي هذه أولى ما خادش القرار اللي كان خصويته محكامة كتدخل بطايا كتدخل لأمور ما حالها عدد اللي تمت متابعتها؟ مع الأسف مع الأسف وهذا تأسفت له كثيرا واحد العدد الأطور اللي مشاه وناتن عرفهم محكامة 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 كنت تحكم بعامين كنت تحكم بواحد العدد ديال الشهور هو الرئيس من ديال العام؟ ما عقلتش والله ما عقلتش واش حكمه المسحاب باش حكمه إليه ساعة من كانت وفاه وهو مقاف الخريج معه اللهي ما بقيت حق اللي يعني الله ولكن واحد العدد الناس اللي مشاهول السجن هكذاك ظلماً وعدواناً ماهما كيمان يعني في يمكن أخطأ مهنية ما الإنسان كيخطأ إلا إلا السائق ديالك ساق الطنوبي ديالك ودخل في الحيط مخشوش يمشي للحبس خسك تصلح الطنوبي ربما تجري عليه هذا الشي اللي كيبه شكراً جزيلاً الأستاذ سهيل عبد الواحد ويتواصل حوارنا معك في حرقتين قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة